اشتركوا في القناة ليومه 23 أبريل 2020 حيث إنه في هذه 24 ساعة أكدت المختبرات الوطنية المساهمة في عملية الترصد والتأكيد المخبري للحالات المحتملة وإصابتها ما مجموعه 122 حالة إضافية مؤكدة ليصل إجمالي الحالات المسجلة ببلادنا منذ بداية الوباء 3568 حالة مؤكدة بالمختبر هذه الحالات لا زالت تسجل ضمنها عملية التتبع الصحي والمراقبة للمخالطين بحيث أنه هذه العملية مكنتنا من اكتشاف 190 من بين 122 حالة التي سجلنا خلال 24 ساعة أي ما معدله 90% من الحالات المكتشفة وبطبيعة الحال لا زالت بعض البؤر الوبائية تسجل بعض الحالات مع انخفاض ملحوظ في عدد الحالات المسجلة ضمن هذه البؤر بحيث لم تتعدى هذه الحالات في مختلف البؤر المسجلة 40 حالة بالنسبة للتوزيع الزغرافي فلم يطرأ أي تغيير لا زالت جهة الضار بيضاء السطات هي الجهة التي سجلت بها أكبر عدد أكبر نسبة من الحالات متبوعتان بجهة مراكوش أسفي ثم باقي الجهات بالنسبة لتوزيع حسب الحالة الصحية للمرضى أثناء تكفل بهم فلازم نسجل ارتفاعا يوما بعد يوم للحالات المتكفل بها من دون أن تكون لديها أعراض للمرض أو وهي تشكل حالة مرض جد بسيط وهذه النسبة تقدر بـ 75% في حين أن الحالات التي تم تكفل بها وهي في وضعية صحية ليست بالخطرة ولكن ليست بالهيينة تمتل إلى حدود اليوم 20% والحالات التي احتاجت إلى تكفل بها في أقصام العناية المركزة والإنعاش تبلغ ممجموعه وتمتل نسبة 5% بالنسبة للوفيات سجلنا ومع الأسف استدل الحالات للوفيات إضافية خلالها 24 ساعة بطبيعة الحال حالة وفيات مرتبطة بداء كوفيد 19 ويصل بذلك مجموع حالات الوفاة مرتبطة بهذا الوباء إلى حدود اليوم 155 حالة وتبقى على رغم من ذلك نسبة الفتك لهذا الداء ببلادنا أي النسبة المئوية للهالكين من بين جميع الحالات المؤكدة هي 4.3% أي تقريبا بدون تغيير بالنسبة للنسبة التي قدمناها يوم أمس بالنسبة للمتعافين فقد سجلنا والحمد لله خلالها 24 ساعة 39 حالة شفاء تام من هذا الداء طبيعة الحالة 39 حالة شفاء من بين الحالات التي قد كان تأكيدها مخبريا في السابق فيصلوا إلى حدود الآن عدد الذين تعافوا نهائيا من هذا المرض منذ بداية الوباء 456 حالة وتبلغ النسبة المئوية للمتعافين من بين جميع الحالات المؤكدة هو 12.8% أي بزيادة طفيفة مقارناتا بالنسبة التي قدمناها يوم أمس تشدر الإشارة كذلك إلى أنه وتفاعلا مع تساؤلات بعض المواطنين والمواطنات حول مدى انتشار وسرعة انتشار هذا الداء فإنها بطبيعة الحال انخفضت على العموم حيث أنه في بداية الوباء كان مؤشر سرعة انتشار الداء وصل في وقت من الأوقات إلى جوش فاصلة 73 وهو الآن يتأرجح ما بين 1.17% و1.19% فبطبيعة الحال نتمنى أن لا تسجل بؤر إضافية وأن نستطيع أن نعود إلى المنح الذي كنا قد بدأنا نعرفه في خلال الأسبوع ما بين الأسبوع الأول والأسبوع الثاني من شهر أبريل إذن كان هذا كل ما يتعلق بالحالة الوبائية لداء كوفيد-19 ببلادنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا